احنا طبعا لو لو الجودة ما قدرنا ننافس لان اسعارنا اغلى صراحة الاسواق الخارجية اسعارنا اغلى من المنتجات الموجودة بس الجودة هي اللي مخليتنا ان احنا ننافس والجودة والسعر هو لا يعني مفاهيم اخرى يعني مثل المنتج طبعا لما يطلع برا الكويت خارج من الدعم لازم يكون سعره مختلف هذه من الناحية الناحية الثانية في انظمة داخل الدولة تخلي الاسعار ترتفع مثلا في بعضهم يكون ضرائب في بعضهم يكون امور اخرى يعني طريقة التسويق طبعا قير عن الطريقة بالكويت لكن اللي مخلينا ناخذ مكاننا في هذه الدول هو الجودة الحمد لله هناك تقدير كبير واشادات كبيرة في منتج المطاحن يعني في داخل الكويت وايضا في خارج الكويت مفهوم الجودة بيوسف يعتمد على شنو شنو معايير الجودة اللي تكلم عنها الجودة طبعا اول شي هو معيار من معايير الامن الغذائي ثاني شي عشان ابسط هذا الموضوع يعني بالجودة اذا خذينا ان المنتج يكون سليم والمنتج من احسن ما يكون شديه بس الجودة هو ما يرغب فيه الناس يعني انا ما اقدر اقول ان انا منتجي جيد او انا منتجي منتاز او لازم الناس هي تقول عن منتجي ان هو ممتاز يعني ربط البيت لما تاخذ هذا المنتج الى المطبخ وتسوي فيه سواء كيكتها ولا خبزها ولا شي يضبط معاها هذه هي الجودة هذا هو القبول لدى الناس وهذا اللي وصلك للمبيعات الاكثر وهذا اللي خليها تدفع اكثر لهذا المنتج فالباب الاخر من الجودة ان يكون المنتج سليم ان يكون حسب المعايير ان يكون المنتج الصلاحية صحيحة ان يكون كل هذه الامور مهمة لتكملة مفهوم الجودة